عندك شيء. نعم. عندي مدخل هاتفيات. اتفضل فضل فضل. طيب مشاهدين الكرام معنا مدخل من العراق. ابو محمد معنا. السلام عليكم. فضل انت على الهواء. محمد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. دعم كان الشيخ دمشقية. نعم. يسألك كيف حالك. الحمد لله. كان الشيخ دمشقية. الحمد لله. حقيق الله. الله. الله سلام. حبيبي سؤال شيخ العزيز. صدق. اولا اخبار انه رويت انه معاوية اخبر سعد او اخبر حجر ابن عدي ان يسب علي. ولم يفهم. سعد سعد. هو ليس الامر كذلك. ايه. وانما البراءة من علي. لهذا السبب انه قام بقتله. سؤالك اللي اعطي شيخي. تاني الى ابو محمد. ابو محمد. ابو محمد. ابو محمد. ابو محمد تسمعني. اسمعك. اعد تاني معلش لو سمحت. اعد السؤال مرة اخرى. صحيح البخاري وصحيح مسلم يقول. نعم. انه اصحابي كالنجوم. بمن اقتديتم اهتديتم. نعم. احام خطأ. شيخنا يقول لك صحام خطأ. اصحابي كالنجوم. نعم. هذا حديث ضعيف. قال عنه الحافظ ابن عبدالبر في جامع بيان العلمي وفضله. حديث ضعيف. هذا حديث ضعيف. ضعيف. نعم. هذا حديث ضعيف وليس بصحيح. زين جيد. شيخي سؤال. حجر ابن عدي رضوان الله عليه. صحابي ام غير صحابي. لم تثبت صحبته. هناك خلاف ذلك. ورجح الحافظ ابن حجر والبخاري وغيرهما. وغيرهما. ان حجر ابن عدي ليس بصحابي. وانما تابعي. جيد. زين حرمة الميت موجودة ام غير موجودة. طمام. لماذا نبشوا قبره واخذوا جثبانه. مم. من الذي نبش قبره؟ ما اعرف اللي حدث في سوريا هذه الايام. هذه الايام. انت ممع خلاف من اللي لبش قبره؟ اللي قتل البوطي هو اللي لبش قبره. نعم طلعت هو طبعا. مين اللي لبش قبر حجر ابن عدي؟ الا الذي قتل البوطي. ولو؟ يعني الدولة او غير الدولة. انت تذم هذا الشيء ام لا تذمه؟ والله انا بما اعرفه عن مكر الدولة وقتلها للبوطي. نعم؟ وقتل والتفجير الذي ثبت انها ضالعة فيه نعم؟ هذه قراءة عندي على ان الذي فعلها نعم؟ الذي فعلها هو هو النظام السوري. شيخ العزيز اتحداك امام الانترنت موجود لديك. الشخص الذي نبش القبر قطعه رأسه. اخرج الانترنت وتراه. من هم؟ من يعرف الله؟ ام الجيش الحر؟ لا 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 من الذي قطع رأسه؟ النظام؟ قطع رأسه الذي نبش القبر قطع رأسه. النظام يأتي بجنود ويورطهم ويفجرهم من اجل مثل هذه المهازل وقد اشتهر بها النظام. اشتهر بها النظام. والله لا نعلم انه اصبحت الامور طيب ابو محمد. اولا دعني اقول شيئا لك لا يجوز نبش قبر مسلم لعلك تسألني عن عقيدتي وعقيدة اهل السنة هذا لا يجوز. اما قبور الكفار فاذا اقتضت الحاجة فعل ذلك. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما ارادوا بناء المسجد نعم كانت تحت المكان قبور للمشركين. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بنفسها واخراجها. وبدأ المسجد. عن المشركين ليس للمسلمين. نعم نعم لا يجوز. يا او محمد لو سمحت يعني اصبر حتى تسمع الكلام كاملا. الشيخ يقول اعتقاده انه لا يجوز نبش قبر اي مسلم. هذا لا يجوز. انا اقوله بذلك. اقدر اسأل سؤال ثاني. طبعا شهر. لو سمحت يا او محمد. اعطي الشيخ فرصة بس يجيب على سؤالك الاول حتى تفهم مراده جيدا. ثم اطرح السؤال الثاني لو سمحت. لا اوانا اخشى انه الرصيدي يخلص من عندي. طيب اطرح السؤال الثاني ابو محمد. جيد. شيخ العزيز نبي الله يوسف عليه السلام وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام. على نبينا وعليه السلام. في مسألة انه وهم بها. ما تفسيرك لهذا الهم. طيب. عندك سؤال ثالث؟ لا موعد رد إليه. طيب اسمع الاجاب بارك الله فيك. تفضل الشيخ نجاوب عليه. نقول ان هناك فرقا بين الهم والعزم. اما الهم فهو ان يفكر في ذلك. نعم. فقد اجتمع فيهما. فلما تعدى الامر بها من الهم الى العزم اختلفا هنا. فهي قالت هيت لك. وهو قال انه ربي احسن مثواي. هنا عند العزم اختلفا. اما عند الهم فكلاهما بشر. الانسان قد يختر في نفسه اشياء. نعم لكن اختلفا عند العزم. ودل على ذلك قول يوسف عليه السلام. ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه. وان لا تصرف عني كيدهن اصب اليهن. واكن من الجاهلين. ما كان عرف سيدنا يوسف انه هو معصوم. كما تقولون عن المعصومين. فنعم انا اقول. هو معصوم. نعم. هو معصوم. ايه هو استعصم. ولقد راودته. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. هذا هو الاستعصام. الاستعصام هو قوله. نعم. وإلا تصرف عني كيدهن اصب اليهن. طيب كيف معصوم ويقول عن نفسي ذلك. انت بتعرف عن سيدنا يوسف. ما لا يعرفه عن نفسه. هو يقول. وإلا تصرف عني كيدهن اصب اليهن. ممكن حدثك تفسر لي معنى. اصب اليهن واكن من الجاهلين. تفضل. يعني يطيح اني بقى امرهن. شو؟ يعني ايش؟ يطيح اني بقى امرهن. نعم. انه يرجع للجاهلية. هو من المخلصين. فيرجع للجاهلية. اذا. 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 اسمعني او محمد. او محمد. او محمد لا سمحت. الان شيخ وضح لك الاجابة. او وضحتي الاجابة. السؤال شالث. اقدركم من الممكن اسأل سؤال ثالث. تفضل افوي. جيد. النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. هل هو معصوم من الصغر؟ ام بالبعثة فقط؟ معصوم من الصغائر؟ من الصغر الصغر. من الصغر نعم. من عمره صغير؟ ام بعد البعثة فقط؟ الان بحثه الله سبحانه وتعالى. ام معصوم فقط بالبعثة؟ طيب نعم الشيخ يجيبك ان شاء الله. فضل الشيخ نعم. ونبي يكون نبي من الصغر؟ هل هذا تسمح لي اسألك ولا تسمح لي اسألك؟ لا جاوبني وبعد يانا سألني. ماشي. النبي صلى الله عليه وسلم بشر. يعرض له ما يعرض للبشر. ولكنه طبعا هو محفوظ. هو من خير خلق الله عز وجل. خلقا وشرفا ونسبا. نعم. لكنه غير معصوم من ان يقع في بعض الاخطاء التي تقتضي الطبيعة البشرية ان تحصل لهم. وهذا والقرآن مملوء بالامثلة على ذلك. عام؟ عفو الله عن كلمة. هل هو نبي ام ليس بنبي وهو صغير؟ لا كيف ما نبأ لسا كيف ينبأ؟ هل كان عند خديجة نبي؟ لما قال له اني خشيته على نفسي. هل كان عندها نبي ولا لا؟ أنا اقول انه نبي من الصغر. طيب انت لانك علمت بذلك. لو كنت انت مع النبي قبل نبوته هل كنت لتقول لتقول بذلك؟ لا. لكنه عند الله عز وجل الذي عنده علم الغيب. الله يعلم انه نبي. عند خديجة ما كان نبي. الا عندما نزل عليه الوحي. اذا هو نبي وهو صغير. او قبل ان يولد. هو نبي. هو نبي في علم الله عز وجل. نعم. لكن عند من كانوا. الامر واضح يا اخي الكريم. الامر واضح. واضح واع. انا افتهمك افتهمك شيخ العزيز. افتهمك. سؤالك لاتي. هل هو معصوم من الصغائر قبل النبوة ام لا؟ اما عصمته من الصغائر. نعم. اي. فهذا امر قد ي... لحظة. لحظة شوي. اما عصمته من الصغائر. فهل تقصد بالصغائر الذنب المتعمد. يعني يتعمد ان يذنب. فغارب الظنوب ايا كان متعمد او غير متحمد. لا انا اتكلم بالذنب. هل يثبت له ذنب ام لا يثبت له. الجواب انه يثبت له ذنب. كقوله بدليل قولي تعالى. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. هل عنده ذنب ولا ما عنده؟ ليس عنده ذنب. طيب القرآن اثبت الذنب الان. من صدى لكم من صدى رب العالمين. لا 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 يثبت الذنب هذا. يا حبيبي. والدليل رحمتك يا. دعني من التفاصيل الان. مبدئيا من حيث المبدأ. من افضل الخلق. يا حبيبي. ابو محمد اسمع بس فضلا. السؤال. هل تثبت لله ما اثبته لنبيه ولا تنكر ذلك؟ الله عز و ذنب يقول. ليس له ذنب. نعم. ليس له ذنب. ليس له ذنب. خرص. لم يذنب قط. يا يا أسف. ابو محمد لو سمحت. يعني عندما تكلم بنسمعك. وعندما تكلم الشيخ. نعم جيد. أعطي الفرصة تسمعه. برك الله فيك. جيد. الأمر الآخر. جيد معاك. طيب. بالأمر الآخر كيف تفهم الآية التي طرحها الشيخ. وهي قوله تعالى واستغفر لذنبك. كيف تفهم هذه الآية؟ ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يغفر ذنبك. يعني عند ذنب متقدم وعند ذنب متأخر. أنت كيف تفهم هذه الآية؟ ممكن يفتط طبعا. هذا شيخ العزيز. عفو الله عن كلمة أبنت لهم حتى يتبين. اسمح لي. اسمح لي. اسمح لي. أنت لا تستعمل التهويل. نحن الآن إما أن نثبت ما أثبته القرآن أو لا نثبت. إذا أنت ما عجبك القرآن في كتب أخرى. في عندك التوراة المحرفة. عندك الأناجيل المحرفة. إذا ما عجبك القرآن. القرآن أثبت أم أنكر؟ جاوبني الآن. أثبت أم أنكر؟ هذا سبب رسول الله صلى الله عليه وآله. وإنما لم يذنب حاشا برسول الله صلى الله عليه وآله أن يذنب قط لا صغيرا ولا كبيرا. إذن لعلكم تشيلوا هالآية من القرآن. طلعوا قرآن مقبوع من إيران. وتشيلوا منه هذه الآيات التي لا تليقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما في رأيك أن تقول هل جبرايل عليه السلام أفضل من رسول الله أفضل من جبرايل عليه السلام؟ من الأفضل؟ هذا سؤال الرابع يا أبو محمد. لا أصلا نزل سينة أسئلة. من الأفضل؟ من الأفضل؟ أقول الله أم جبرايل عليه السلام؟ لماذا أيها الأستاذ المكرم المحترام؟ لماذا تقفز من مسألة إلى أخرى؟ الآن أتيتك بآيتين ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. نعم واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. أنت تقول أنا لا أقر بذلك. هذا كفر. أنت الآن تنكر ما أثبته الله أو تعطينا تفسير من عندك. لكن أنت ما أعطي التفسير. لكن قلت حاشا أنا ما أقر بذلك. هذا كفر منك. يعني أنت الآن تعرض نفسك للكفر. أنا ما أقول أنك كافر أنت قلت كفرا. لا أكفرك فيه لا أعرف من أنت. نعم لكن لا شك أن هذا القول منك مخالفة وتكذيب للقرآن. بعدين في آية أخرى. ألم يجدك يتيما فآوى. ممكن تكمل للآية اللي بعدها. معنا محمد؟ ووجدك ظالم فهدى؟ كان رسول الله ظالم. كيف تفصلون القرآن بأهوائكم؟ أنت قولها أنت تفسيرها. وهذا تفسير بأهوائكم. أها. أنا ما سأتك عن التفسير. أنا قلت لك أثبت ما أثبته القرآن. ووجدك ظالم فهدى. هل فعلا كان النبي ظالم فهداه الله؟ نعم ولا لا؟ إن تتوبى إلى الله فقزغت قلوبكما. لا 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 لا. شو بدنا الآن؟ هذول مش معصومات. هذول مش معصومات. عم نتكلم موضوعنا عن المعصوم. المعصوم الذي قال الله له ألم يجدك يتيما فآوى. ووجدك ظالم فهدى. هل تثبت أن النبي كان ظالم فهداه الله؟ هذا وارد في القرآن. إلا إذا ما عجبك القرآن قلت لك. ممكن تشوف لك كتاب آخر. هل تثبت ما أثبته الله ولا لا تؤمن به تكفر به؟ معنا يا أبو محمد؟ أبو محمد معنا؟ يبدو خط انقطع وأنه ترك الرسيد الخلص. خط ولا هو؟ ما أدري. يعني لبما يكون الرسيد خلاص. احتمال. يا هو يا الخط. طيب أبو محمد لا وتسمعنا وجاء نحاول أعادة التصال تاني مرة أخرى. ينتم من الحديث. معنا مدخلات أخرى؟ طيب شيخنا بارك الله فيكم. تابع الحديث والتعرض لمسنا دي الأسئلة زي أحببتم إجابة عليها. لا خلاص الأمر واضح. أولا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. نعم. معصوم من جهة التبليغ. نعم. وأما قضية الذنب الذي أخبر الله عنه سبحانه وتعالى. نحن نثبت ما أثبته الله سبحانه وتعالى. ونكف عما شو هو التفصيل ما هو نوع الذنب ما هو كذا والله غفره. ما عندنا يعني تفصيل. ما فصل. الله ما فصل. نحن نفصل. لكن نثبت ما أثبته الله عز وجل. هذا من الغلو. الغلو الذي يؤدي. يعني من باب العاطفة يدخل الشيطان في الإنسان. فيجعله يجحد ما أخبر الله عز وجل عنه. يكذب ما قاله الله سبحانه وتعالى. من باب العاطفة لا أنا أنزل. هكذا أنكروا صفات رب العالمين. نعم. وعطلوها. من باب تنزيه الله عما لا يليق به. ونفس الموضوع الآن يستعملونها في النبي صلى الله عليه وسلم. لا يليق ذلك بالنبي الكريم. أعود فأقول. هناك أخطاء تحدث فيما تقتضيه الطبيعة البشرية. أما بالنسبة للتبليغ فهؤلاء هم الذين يطعنون في تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم. لأنهم يقولون عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغه الوجع وإن حسبنا كتاب الله. ثم قالوا ما عد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم. فضللنا بسبب عدم التبليغ. نعم. هم يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما بلغ. نعم. نعم. وكذلك يتهمون عليهم بأنه ما بلغ. جمع القرآن بموقف غضب منه راحوا وقال للصحابة والله لن تروه بعد يومكم هذا أبدا. ولذلك يقول نعمة الله الجزائري أنه أخف القرآن الكامل ثلثاه الآن بثلثيه. نعم. وهو كامل بثلثيه. نعم. اللي ما هم عندنا الآن موجود عند المهدي. شو المصلح أن يكون عند المهدي بدنا القرآن الكامل بدنا نستفيد من أحكامه تحريما وتحليلا وليش الثلثين يكونوا عند فهم الذين اتهموا أهل البيت بأنهم لم يبلغوا. نعم. لم يبلغوا. نعم. نعم. فلذلك نحن نقول معصوم فيما يبلغوا به عن ربه لن يأتي لا عمر ولا غير عمر ليقف في وجه النبي ويمنعه من تبليغ. هم قالوا أن عمر منعه. منعه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما مباشرة بقي ثلاثة أيام بعد قول عمر. نعم. لماذا لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم وتقولون ضللنا بعدم التبليغ. هم الذين يطعنون في تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نقول إذا أوحى الله إلى نبيه شيئا لا بد أن يبلغه. ولن يقف في وجهه أحد لا أبو جهل ولا عمر ولا أحد يمنعه من التبليغ. صلى الله عليه وسلم. إذن الله سبحانه وتعالى عصم النبي فقط في التبليغ. نعم. وارتكاب الكبائر. نعم. أما بالنسبة للصغائر. نعم. نعم. فنحن نحملها على أصغر 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 أنواع الصغائر. نعم. نعم. نحملها على أصغر الصغائر. ما هي ما نعرف. لكن عندنا نماذج منها مثلا في القرآن. عبس وتولى. نعم. أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. إلى آخر الآية. يا أيها النبي لما تحرم. نعم. يا أيها النبي لما تحرم أحلى الله لك. عفى الله عنك لما أذنت لهم. نعم. وتخفي في نفسك كما الله مبديه. وتخشى الناس والله حقه أن تخشاه. تخشاه. فيه آيات عديدة. نعم. وهي آيات تربوية أدب الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وهناك آيات فيها تأديب للصحابة أيضا. نعم. وهذا ما ألزمت به أمثال هؤلاء. قلت لهم إن قلتم أن يعني إذا طعنتم في الصحابة أن الله مثلا قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هناك آيات أيضا. يعني آيات تأديبية. أدب بها ربنا سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم. فلذلك نقول النبي معصوم من جهة ما يبلغ به عن ربه سبحانه وتعالى. نعم أزاكم الله خيال شيخنا.